بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في سلسلة شروحات مقرر مقدمة في الأعمال اليوم بإذن الله سنكمل الحديث عن القوى العاملة وأيضا متطلبات العمل المتغيرة سنتحدث ما هي المتطلبات للعمل المتغيرة نستذكر الدرس السابق ذكرنا القوى العاملة ذكرنا أن العالم يتكون أو عالم الأعمال يتكون من مئات الآلاف من الشركات التي تقدم مجموعة ماذا متنوعة من الوظائف لا يوجد وظائف بشكلها أو بشكل واحد وإنما هناك وظائف متنوع ذكرنا في معظم البلدان لدينا نوعين أساسيين هما ماذا؟ قطاعات الخدمة وقطاعات المنتجة للسلع من يذكر مثال لقطاع الخدمة مزارة التعليم الصحة كل ذلك التأمين كل ذلك من قطاعات الخدمة المنتجة للسلع ذكرنا المزارع أو الزراعة ذكرنا استخراج النفط كل ذلك من القطاعات المنتجة للسلع أيضا ذكرنا العالم تغير وبالتالي أصبحت القوى العاملة أيضا متغيرة ولو نظرنا مجموعات المهن نجد أن التغيرات هناك بسبب التأثيرات القصيرة والطويلة التي نتجت من خلال التطور في قطاعات الصناعية والتقنية بشكل نحي ذكرنا هناك تصنيف بعض الدول لهذه القوى العاملة مثلا في الولايات المتحدة يصنفون الوظائف لفئتين فئة الياقات البيضاء يعتمدون على ماذا؟ الجهد الذهني أكثر من الجهد البدني وبالتأكيد الياقات الزرقاء هي عكس البيضاء يعتمدون على الجهد البدني أكثر من الجهد العقلي أو الذهني درسنا اليوم نتحدث عن متطلبات العمل المتغير أهدافنا أن توضح هذه المتطلبات للعمل المتغير تحتاج الأعمال التجارية إلى قوى العاملة سواء من الياقات البيضاء أو الياقات الزرقاء وذكرنا أيضا هناك نوع حديث وهو القوى الخدمية العاملة في الخدمة على حد سوى كل اقتصاد يحتاج إلى تكامل هذه الأنواع مع بعض البعض لكي نقدم للسلع أو الخدمات للمواطنين أو المقيمين في أي دولة يسهم ارتفاع مستوى استخدام أجهزة الحاسب والتقنية المعلومات في المصانع والمزارع وفي أعمال البناء في تغيير أنواع كثيرة من الأعمال ويطلب هذه التغييرات مستويات أعلى من التعليم والتدريب الفني المتخصص كما ذكرنا في الدرس السابق التقنية لها دور كبير في عملية تغيير أنواع الوظائف هناك وظائف تندثر هناك وظائف تصبح مطلوبة بسبب ماذا؟ التغيير في التقنيات المصانع أصبحت تعتمد على الحاسب كذلك الموظفون إذن قل عمل الإداريون بسبب إدخال الأجهزة أو مكنة العمل المكتبي كل ذلك بسبب التقنية وبالتالي لا بد من تغيير القوة وأيضا حتى تغيير متطلبات الاتحاق بالوظائف ففي السنوات العشر المقبلة نظرنا إلى السنوات العشر المقبلة تستدعي الكثير من وظائف الجديد مستوى تعليمي يتعدى التعليم الثانوي وقد لاحظنا ذلك الآن قد يكون هناك وظائف تطلب مستوى عالي جدا من الوظائف ولا تكون وظائف الثانوي كثيرة وبالتالي أصبحت قد تكون نادرة أو قليلة وخلال عشر السنوات قد تندثر هذه الوظائف التي تطلب مثلا مستوى الثانوي هذا الاندثار الذي سيحدث بسبب خيارات المستهلك تغيرت كذلك الدورات الاقتصادية لها دور أيضا التقنيات الجديدة والمنافسة بين أعمال التجارية دعونا نوضح ذلك من خلال البدء بخيارات المستهلك تتأثر وظائف بطلب العميل لمنتجات والخدمات في بعض الأحيان تدخل منتجات جديدة على السوق فتصبح المنتجات الموجودة في السوق منتجات بالية وقديمة بالية وقديمة وبالتالي تندثر وتجد القوى العاملة تعمل في هذا المجال تفقد ماذا وظائفها أو تغيرها إلى وظائف أخرى مقابل ظهور وظائف جديدة على الطلب على المنتجات الجديدة إذن بسبب تغير أدواق المستهلكين بسبب كما ذكرنا التغيرات في العالم ككل سواء في التقنية في التعليم في أيضا حتى الرغبات والتطلعات وبالتالي قد نجد أو نظرنا إلى السوق قديما نجد بعض المنتجات اندثرة بسبب التغيرات أصبح البشر لا يستخدمونه وبالتالي من كان يقوم بها أو يشرف عليها أو يعمل بها لابد أن يغير مجال عمله أو قد يغير أو قد تندثر هذه وظيفة وبالتالي قد يفقد عمله في ذلك في المستقبل بالتأكيد هناك وظائف قد تندثر لو نظرنا إلى الدورات الاقتصادية تناولنا ذلك في دروس سابقة ما هي الدورات الاقتصادية؟ يعني أي اقتصاد يمر بمراحل ركود، كساد وأيضا بعد ذلك قد يكون تعاش وإن ذكرنا قد يتأثر بتضخم وأيضا ركود هذه التغيرات التي تحدث بالتأكيد ستنعكس على الاقتصاد على التجارة بدورها بالتأكيد تعكس وتؤثر على فرص العمل المتاحة عند توسع الأعمال التجارية نتيجة إقدام العملاء على شراء كميات أكبر من السلع والخدمات تنشأ بالتأكيد وظائف جديدة لتلبية الطلب المتزايد وهكذا يتم توظيف عدد أكبر من القوى العاملة التي تجني كمية أكبر من المال وتزيد قوة الشرائية وتصبح دورها قادرة على إنفاق كميات أكبر من المال على السلع والخدمات لو نظرنا مثلا إلى قطاع النقل أو مثل التعليم هل كان في السابق مثلا هناك استخدام للتقنية في النقل؟ بالتأكيد كان النقل عملية بدائية والآن أصبحت هناك شركات نقل عالمية لا تملك شركة واحدة وذلك من خلال اعتماد على التقنية وذلك وفرت وظائف للسوق الجديد لأيضا أهلات جديدة كذلك لو نظرنا إلى قطاعات أخرى سنجد نفس الطريقة وهناك وظائف قد تغيرت خصائصها وصفاتها وبالتالي أصبح هناك بالطلبات جديدة نظرنا أيضا إلى الأزمات والمشاكل مثلا أثناء كورونا هل أصبح هناك طلب على منتجات مرتفع ومنتجات أقل؟ بالتأكيد له تأثير كذلك بعض الدول إذا تأثر مثلا أصبح لديهم تضخم ركوء سيؤثر بالتأكيد على الطلب على بعض المنتجات والسلع والخدمات وبالتالي ستؤثر على طلب السوق لفرص العمل الشركات ستصبح مثلا في الموظائف التي عليها طلب متزايد ستقوم بطلب موظفين بشكل أكبر أو قوة عاملة بشكل أكبر الوظائف التي ليس لها أو ليس عليها طلب أو طلبها منتناقض بشكل كبير سيقل توظيف العاطلين أو الموظفين فيها وبالتالي بالتأكيد الركوت التعافي الانتعاش كله مؤثر في عمليات الوظائف ومتطلبات العمل أيضا يمكن أن تدفع الأسعار المرتفعة إلى خفض الكميات التي يشترونا كما ذكرنا إذا العميل رأى أن أسعار مرتفعة سيقلل ماذا؟ الكميات وبالتالي يعتمد على ذلك المصانع ستقلل الموظفين لأن ليس هناك كميات نحتاجها بشكل كبير فأيضا عندما ترتفي معدلات الفائدة الاقتراض سيكون عليه فوائد بشكل أكبر وبالتالي سيقل الحصول على قروض وبالتالي ستقل المشاريع والتوسع إذن ستقل ماذا؟ الوظائف وكل ذلك تطرقنا له ذكرنا سعارة فائدة هي القيمة الحقيقة التي تدفعها على الاقتراض إذا كان هناك ارتفاع سيؤثر في سهولة الحصول وبالتالي سيقلل التجار أو رجال الأعمال حصولهم على قروض وبالتالي حينما يقللون اقتراضهم سيقللون ماذا؟ التوسع في مشاريعهم أو البدء في مشاريع جديدة لذلك سيقل التوظيف ويقل الطلب على القوى العاملة أيضا نتيجة لكل ما ذكرناه سابقا يتراجع الطلب على السلع والخدمات فيتم إلغاء بعض الوظائف أو خفض ساعات العمل ويتراجع أيضا إنفاق والطلب أكثر فأكثر نتيجة ضعف الاقتصاد أيضا التقنيات الجديدة لها دور كبير بالتأكيد وواضح التقنية تعني استخدام معدات تعمل بطريقة أوتوماتيكية وأيضا أجهزة إلكترونية وأنظمة حاسوب متطورة مدمجة ما بعضها البعض لتعزز كفاءة عملية إنتاج السلع وأيضا التقنية مهمة في بيئة العمل على اعتبار أنها ماذا؟ تحسن مستوى الكفاءة لذلك المصانع بشكل كبير تعتمد على الأجهزة لكي تطور مستوى الجودة والكفاءة وأيضا تساعد الأعمال الجريعة المحافظة على التنافس مع الشركات الأخرى وأيضا التقدم الذي نلاحظه في التقنية الآن مثل الذكاء الاصطناعي، الطباعة، ثلاثية الأبعاد، الريبرتات أيضا كل هذه التقنيات خفضت الاعتماد على عمال الإنتاج وهو الجهد العضلي أصبح من ذلك استخدام للتقنية في النقل، في صناعة السيارات، في أيضا صناعة الفولاد، وأيضا حتى صناعة الإلكترونيات أصبحت الأجهزة قد تكون أكثر دقة، أكثر حساسية، وبالتالي قل الاعتماد على الجهد مثلا موظف، العامل، وتم استبداله بتقنيات بريبورت، بأشياء تقنية تكون جودتها أعلى، وأيضا قد تكون تكلفتها من خفضة، لذلك قلت أنواع الوظائف، وبالتالي أصبح هناك نوع من وظائف أخرى وهو الإشراف على هذه التقنيات إذن خلق وظائف جديدة واندثرت وظائف أخرى وهذا ما نقصده في تأثير التقنية على متطلبات العمل أيضا خفض نظم التواصل معقدة المبنية على تقنية الحوسبة السحابية بالتأكيد هذه التقنية وخفضت الموظفين في المكاتب الإدارية والمحاسبة أصبح هناك اعتماد على التقنية في عمل إداري في العمل المحاسبة وبالتالي قل التوظيف في هذا المجال أيضا كما ذكرنا في الدورة الاقتصادية والركود يؤثر كذلك التقنيات تؤثر وتغير أنواع الوظائف المطلوبة في مجال الصناعة والإنتاج وأصبحنا نشاهد وظائف أو هناك قطاعات معتمدة على التقنية بشكل كامل لا تحتاج إلى موظفين أو لا تحتاج إلى بشر بالتأكيد وذلك مثلا في الصناعة في الإنتاج قد يكون هناك نسبة كبيرة كذلك في موظفي المكاتب والمراقبة قد يكون من خلال الكاميرات أيضا مثلا رسالة المعاملات ودخال البيانات قد يكون أيضا من خلال التقنية وبالتالي قللت الاعتماد على الموظف وبدورها قل الطلب على القوى العامل أيضا منافسة بين الشركات لها دور في الحصول على أو تغير طبيعة الأعمال كيف يكون ذلك؟ لو تذكر عزيزي الطالب تناولنا في مقرر أيضا التربية المهنية أن الشركات تبحث عن الموظف المناسب في المكان المناسب وبالتالي حينما تبحث ستبحث عن الأفضل في الكفاءة في المعرفة في المهارات وبسبب التنافس وارتفاع مستوى الطلب أو المعيار الذي تبحث عن المنظمات أصبح هناك ارتفاع في المهارات المطلوبة ارتفاع مثلا في المستوى التعليمي لذلك لا بد للشخص أن يواكف هذه التغيرات ويحصل على مستوى مرتفع من التعليم ومستوى متطور من المهارة وبالتالي التنافس كل منظمة تبحث عن الأفضل لذلك يجب أن تحافظ الشركات على قدرتها التنافسية لكي تضمن بقائها في السوق كيف تضمن بقائها؟ من خلال تأمين قوى بشرية مدربة تتمتع بمهارات أفضل أعلى سواء في المجال التجاري أو التقني وبالتالي تستطيع الحفاظ على المنافسة لو نظرنا إلى كثير من المنظمات كانت موجودة في السابق سواء تقنية أو غيرها لم تعد موجودة بسبب مثلا قصور القوى البشرية لديها ولم تتطور وبالتالي اندثرت من السوق الشركة التي تسعى للتنافس والاستمرار لا بد أن يكون لديها قوى عاملة متطورة مواكبة للتغير لذلك في التنافس أثر على متطلبات العمل أيضا كما يساعد تركيب مثلا معدات جديدة إعادة تنظيم إجراءة العمل في حث القوى على زيادة إنتاجيتها أيضا يمكن أن تتخذ الأعمال الجارية قرارة مثلا في تقليص العمالة أي إجراء تخفيض مدروس لعدد المنظفين بهدف خفض التكليف وزيادة فعاليتها إذن المنظمات تسعى للتقليص قد يكون بسبب التماد على التقنية وبالتالي ستقلص المنظفين ذوي المهارات الأقل والمهارات المتدنية لذلك يسعى الشخص لطلب مهارات أعلى أو البحث عن مهارات أعلى أيضا قد يكون هناك استعانة بمصادر خارجية هناك منظمات تعتمد أو منظمات أعمال تعتمد على الاستعانة بمصادر خارجية فهي بالتالي تقدر تحويل أحد أعمالها إلى شركة أخرى تنجز بكلفة أقل وهذا أيضا سياسة أخرى من خلال استغناع المنظفين والنجوء إلى شركة مشغلة شركة تعاقد تقوم بأعمالها وهي مشرفة بالتأكيد على النشار أيضا هناك تقرير توفر لدينا في الكتاب هذا التقرير أو هذه المعلومة أن حجم سوق الاستعانة بمصادر خارجية في المملكة نمى وأصبح حوالي عشرة مليارات ريال في عام 2021 وبالتالي أصبح سوق ضخم من خلال اعتماد على مصادر خارجية للشركات في المملكة والسعودية إذن أصبح هناك شركات تقوم بعدم التوظيف والاستعانة بشركات باطنة أو عقود باطنة تقوم بالتوظيف وتقوم بأعمال منظمة الأساسية وبالتالي قللت قد يكون التوظيف ولجأت إلى قطاعات أخرى في عمليات التوظيف واختيار القوى العامل في نهاية هذا دعونا نستذكر ما تحدثنا عنه ذكرنا هناك متطلبات العمل وهي بالتأكيد متغيرة فلو نظرنا إلى السابق واليوم وبعد عشر سنوات سنجد بالتأكيد فرق كبير وبالتالي نحن دورنا هنا كطلاب نفكر في المستقبل نفكر كيف نلتحق بوظيفة في المستقبل بالتأكيد ستكون متغيرة سيكون هناك طلب على مستوى قد يكون أعلى من مرحلة ثانوية بسبب ارتفاع خياراته مستهلك وأيضا رغباته أصبح العميل لديه رغبات أعلى وطموحات أعلى كذلك بسبب الاعتماد على التقنية والتطورات بالتأكيد لا بد أن يكون لدينا خيارات أكبر أيضا الدورات الاقتصادية من ركود من كساد من أيضا تضخم من انتعاش مؤثر على الطلب السوق إذا كان هناك كساد أو ركود بالتأكيد لن تقوم الشركة بتوظيف الموظفين لكن نحن ما يكون هناك انتعاش وطلب كبير ستقوم بالتوظيف وبالتالي قد تطلب أيضا وظائف معينة تقنيات الجديدة على الذكاء الاصطناعي على البرمجة على الحاسب الآلي بشكل كبير أصبح هناك استغناء عن بعض الوظائف وتحويلها إلى وظائف آلية وبالتالي أصحاب هذا الوظائف لا بد أن يطورون مهراتهم لكي يستمروا في العمل من خلال تطوير مهراتهم وتغيير مجال أعمالهم كذلك ذكرنا منافسة بين أعمال الجارية هناك تنافس كبير التنافس مفيد بالتأكيد وهو صحي للأعمال الجارية من حيث الأسعار والجودة وأيضا حتى من حيث تطوير كفاءة الموارد البشرية حينما يكون لديك شركات متطولة بالتأكيد هي ستطلب مهرات ماذا مرتفعة وبالتالي لا بد للشخص أن يطور مهراتك يلتحق بهذا النوع من الشركة إلى هنا عزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته